تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة ومنع دخول الشاحنات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ورغم ذلك فإن الجهود المصرية لا تتوقف إما في إدخال والدفع بمئات المساعدات من الجانب المصري أو حتى استمرار استضافة وخدمة المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم في مستشفى العريش العام ممن دخلوا خلال العام الماضي قبل أن يغلق الاحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني وللمزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين نتابع استمرار المجهودات المصرية لإدخال هذه الشاحنات والمساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة نتحدث عن هذه الشاحنات من خلفي التي توقفت هنا لمدة ما تزيد عن ثلاثة أشهر هناك شاحنات مليئة بيئة الأدوية شاحنات بليئة بيئة الأطعمة شاحنات مليئة بكل المستفزمات الأساسية التي يحتاجها الشارع الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة لكن قوات الاحتلال إما تعرقل أو تمنع دخول هذه المساعدات منذ شهر مايو الماضي منذ أن قامت باحتلال معبر رفح الفلسطيني ومنع دخول هذه المساعدات لذلك مصر وفرت دخول هذه المساعدات من أمام بوابة معبر رفح المصرية تتجه لمعبر كرم أبو سالم دخل اليوم من أمام بوابة معبر رفح المصرية أربعة وتسعون شاحنة دخلوا بالفعل في اتجاه معبر كرم أبو سالم لم يدخل منهم إلى قطاع غزة حتى الآن إلا خمسة وعشرين شاحنة محملة بيئة المساعدات الإغاثية وتم رفض تسع شاحنات هذه الشاحنات مليئة بيئة الأطعمة وأيضا بعض شاحنات المياه هناك أيضا شاحنات خاصة بيئة الوقود مثل شاحنات السولار وشاحنات الغاز دخل ثماني شاحنات دخلوا بالفعل إلى معبر كرم أبو سالم تم تفريغ ثلاث شاحنات منهم وباقي الشاحنات ما زالت عالقة في معبر كرم أبو سالم بالطبع هذه الشاحنات كانت من المفترض أن تدخل إلى قطاع غزة ما يقرب من خمسمائة شاحنة يوميا وهو الاحتياج الطبيعي لقطاع غزة ولكن بعد أن فرضت قوات الاحتلال هذا الحصار الكامل على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة فيبدو أن الاحتياج زاد عن خمسمائة شاحنة في اليوم هذه النقطة الأخرى أيضا استمرار القصف المستمر وحصار مناطق شمال قطاع غزة وهو ما يؤدي إلى منع دخول حتى المساعدات إلى شمال قطاع غزة لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة لتجهيز هذه الشاحنات واستمرار إرسالها عن طريق بوابة معبر رفح المصرية وصولا لمعبر كرم أبو سالم هذه هي المجهودات وهذه هي الصورة من مدينة العريش والآن أعود إليكم مرات ترجمة نانسي قنقر